تقيم حضرتك لحرص مصر على وجود الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق الحقيقة ده حرص مهم وبواقعية سياسية نستطيع أن نطلق عليها الواقعية السياسية الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى دولة فاعلة حتى وإن كان العالم يتجه إلى عالم متعدد الأقطاب وهذه حقيقة ونظام عالمي جديد ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لها دور مهم في هذه القضية وهذا الدور المهم يجب أن تكون حاضرة لضمان تنفيذ الاتفاق وضمان الضغط على إسرائيل أيضا لذلك جاءت هذه الهدنة وهذا الإفراج المهم عن المحتجزين هنا وهناك بموافقة أمريكية حتى أن الرئيس بايدن اتصل وشكر الرئيس السيسي على جهوده ولكن لم تكن أمريكا فقط من قبل من أيام اتصل فلاديمير بوتن رئيس روسيا وهي دولة كبيرة أيضا وشكر الرئيس السيسي على جهود مصر للمواطنين الروسي اللي كانوا عالقين في غزة الدور المصري يعمل بزكاء سياسي بخبرة في المنطقة ومصر دولة كبيرة في المنطقة والإقليم والشرق الأوسط وإفريقيا هذا ليس محل جدال أو نقاش ولا نحاول إثباته هو واقع وتاريخ في نفس الوقت برضو في أطراف أخرى حاولت القفز على الموقف وحاولت أنها تتبادل أو تأخذ الأدوار أو حتى تشارك في دور مصر في حل هذه القضية ولكن زي ما كانت شاهز لي بيسأل حضراتي دلوقتي عن إصرار مصر على وجود الولايات المتحدة الأمريكية حتى كنامن لهذه الهدنة لكن أيضا كان في حرص دولي على وجود مصر أصلا كطرف في هذه الهدنة الحقيقة حضرتك العالم واللي حضرتك قلتي في الأول موجود هو يطلق عليه في السياسة الانتهازية السياسية يعني تبدو مشكلة والصراع فيقفز هنا وهناك ليقول أن له دور وأنه ساهم وأنه موجود انتهازية سياسية أو محاولة لأخذ مساحات سياسية لكن في النهاية الواقع يفرد نفسه خاصة أن مصر لا تقف مكتوفة الأيدي الحقيقة ولا أقول هذا من باب المبالغة وعلى الجميع أن يفكر فيه يعني أنا أقول هذا الرأي والناس تفكر على مستوى الدول العظمى في الكرة الأرضية مصر دولة عظم هذا التاريخ وهذه الحضارة وما أعطيناه للبشرية والإنسانية على مدار أكتر من خمس تلاف سنة يؤكد هذا مصر بكل السياسيين المصريين المؤسسة العسكرية المصرية الفنانين الأدباء الشعراء الرياضيين مصر دولة كانت الأولى في كل شيء في المنطقة فكيف يزايد أي دولة ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي ومصر دولة كبيرة ولكن إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل نفسها تعلم أن تحل هذه القضية حلاً جيداً لا غنى عن مصر بمن ستأتي؟ هي مصر أولاً وأخيراً هي مصر ليست جغرافيا لا هي جغرافيا هي مصر وتاريخ هي مصر وتكتسب ثقة كل الأطراف وثقة لسبب يا فندي حضرتك دي جملة شوف حضرتك كلمتين لكن وراها حاجات كتير الثقة في السياسة المصرية وحينما صرح الرئيس السيسي بجملة من سنوات طويلة قال نحن نمارس السياسة بشرف لا يمكن أن أنساه دي سنوات أول ما جهل هذه المسئولية قال نحن نمارس السياسة بشرف على فكرة دي حقيقة هناك دول تمارس السياسة بشرف وأناك دول تمارس السياسة للمصالح بدون أي قيم لا مصر خدت الثقة لأن مصر تلتزم إذا اتفقت توفي بعهدها إذا التزمت تلتزم ولا تقول شيئاً وتفعل آخر كل هذا يعطي الثقة ولكن لها مصالح شخصية أبداً لأن مصر قواعدها السبتة الأديمة هي السلام مصر دولة سلام ولكنها قادرة على الحفاظ على حدودها بحزم وبحزم وبحدة والدول حتى التي تنصبك العداء ولكنها تعلم أنك تحترم القيم وأنك دولة قوية حتى الظروف الاقتصادية على فكرة حب أقول للناس الظروف الاقتصادية عالمية في أوروبا وفي أمريكا يخشون من 2024 لكن مصر دولة قوية ودولة مستقرة سياسياً واختصادياً في منطقة ملتهبة ومليئة بالصراعات شوف حضرتك الحدود من الأربع اتجاهات ومع ذلك مصر موجودة وقرارها قرار عاقل مصر لا تطلب أبداً قرار سياسي غير وقعي أو لا يمكن تنفيذه وكل هذا يعطي احترام لرأي مصر مصر هي اللي جمعت جابت هنا الأمين العام للأمم المتحدة جويترش أكثر من مرة ووضعت الدوق على القضية الفلسطينية وثابت ومتبعناش أي ازدواجية في المعايير تجاه أي قضية من القضايا عمتاً مش بس القضية الفلسطينية يعني موقف مصر دائماً تجاه كل الأزمات ألف العالم عمتاً موقفها ثابت وواضح الحقيقة الدول لأن أنا أعني بالإدارة ومتخصص أيضاً في الإدارة والتنمية البشرية الدول كالأفراد يعني الدول كالأشخاص دولة هي طبيعتها وتاريخها وتركبتها وجينتها كدولة أنها ليس لديها ازدواجية في المعايير أنها لا تزايد أنها لا تستغل مصر لا تريد الاستغلال السياسي تريد الحق السياسي وبالتالي ليس لدينا أي ازدواجية ولكن وضعنا الضوء بشكل أحرج المجتمع الدولي حتى أن الشعوب تحركت على الإزدواجية في المعايير لأطفال فلسطين وأطفال العالم لنساء فلسطين ونساء العالم وهذا حقنا في إبراز الموضوع ودي أكبر مساعدة قدمناها للقضية الفلسطينية أن يجب والآن قال هذا فلاديمير بوتن تشيجن بينج الصين بايدن ماكرون شولتس وكان هناك مؤتمر صحفي رائع ومفترق طرق حينما كان أولف شولتس في مصر والرئيس السيسي عمل معه مؤتمر صحفي وأوضح النقط على الحروف حتى لا يتم تصفيت القضية الفلسطينية والتهجير القصري الذي كان في نوايا وسلوك إسرائيل